موسيقى وبالحقيقة واحد من أهم الأسئلة قبل صعود يسوع المسيح من هذا الجبل من جبل الزيتون إلى أور شليم سألوا التلاميذ يا رب متى ترد الملك إلى إسرائيل أجاب يسوع وقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمن والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه لكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أور شليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض حتى في التفكير التلاميذ ما زالوا بفكروا في حكم المسيح أنه سيبتدئ هذا الملكوت طالما شافوا المسيح حي بعد قيامته من بين الأموات وقبل صعوده إلى السماء فتوقعوا في فترة زمنية محددة قال يسوع مش لإلكوا تعرفوا هذه الأمور عندك شيء واحد هذا الملكوت مش محدود جغرافيا ولا يقتصر على الشعب واحد لكن تبتدي من أور شليم تصل إلى أقصى الأرض فالمسيح بيتكلم عن ملكوت روحي هذا الملكوت بيقول عنه ليس أكلا وشربا بل برا وفرحا وسلاما أيضا هذا الملكوت غير محدود هذا الملكوت مش ملكوت جغرافيا تختصر على الأراضي المقدسة فقط ولا بلغة معينة مثلا اللغة العبرية ولا في ظرف معين هذا الملكوت لا تحد حدود أو مسافات بل يقتصر على كل الأزمنة وكل الأوقات وهذا الملكوت لا يتحقق بالانتصارات العسكرية قال يسوع لبلاطوس في هذا المكان لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكن مملكتي ليست من هذا العالم وملكوت الله ليس بالكلام بل بالقوة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر